يبدو أن أزمة الركود الخانقة المخيمة على سوق السيارات منذ سنوات قد بدأت تشهد طريقها نحو الانفراج فعزم الحكومة ومن خلال برنامج سياستها العامة على وضع مشروع يستهدف إنشاء مجمع صناعي تدمج من خلاله كافة مصانع تركيب السيارات والعربات الصناعية أبان عن أن الجهاز التنفيذي قد رسم الخطوط العارضة لهذا المشروع الذي وافقت العديد من الماركات العالمية على المشاركة فيها ماركات إيطالية قبل تدخل في هذا المشروع ماركات الفرنسية قبلت المشروع لكن خارج المتجمع أيضا بأن هناك مفاوضات مع ماركات الصينية لتدخل هذه الماركات المتواجدين في الجزائر وعندهم مصانع التركيب وهناك أيضا مفاوضات مع ماركات جديد لتدخل الجزائر ويساهم في هذا المجمع العمومي إقرار السلطات العليا للبلاد دمج كافة مصانع تركيب السيارات والعربات الصناعية في شركة عمومية واحدة تسير أربعين مؤسسة وتتكفل في الوقت ذاته بعملية التسويق سيسهم حسب المختصين في انخفاض الأسعار مع تقديم وفرة نسبية لحاجية السوق سيساهم نوعا ما في انخفاض الأسعار خاصة في السيارات القديمة لسعر التحارة الكبير سيساهم قليلا ستكون هناك وفرة كما يقول لك ويرتقب أن يضم المجمع الصناعي العمومي لينتج السيارات قرابة الأربعين مؤسسة تنشط في هذا المجال